نبدأ من الميدان الأوكراني فقد أعلنت القوات الأوكرانية صد 130 هجوما روسيا في الساعات الماضية في جبهة الشرق مؤكدة بأن القوات الروسية لا تزال تسعى لمحاصرة مدينة باخموت من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 200 عسكري أوكراني وتدمير محطة رادار في دانتسك كما أكدت الوزارة إسقاط 12 طائرة أوكرانية مسيرة في خاركيف ودانتسك ولوغانسك في الساعات الماضية